لو البيت دلوقتي ومن عشر سنين فاته بقى لك عشر سنين كده تقريبا ولكن زمان طبعا كنت بأسهر وبخرج وبتفسح وبنبسط وكل حاجة وإيه اللي عمل هذا التحول يمكن أنا كبرت طبعا ما بقيتش زي زمان ما عنديش القوة إن أنا أفضل صهران مثلا غادة الساعة 4 الصبح وانزل أشتغل الساعة 10 الصبح ما ينفعش وزي ما بيقولوا عقلت شوية أرجو ذلك أرجو ذلك يعني مرحلة تقولها كان فاتش كتير آه طبعا آه طبعا زي أي شباب وده اللي احنا ناقصنا آه احنا بنقيد الشباب بحاجات كتير قوي منها الدين آه يعني ربنا سمح لنا إن احنا نقول أشهدوا قال لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله بقلبنا وإحنا بنتغرر قبل ما نموت آه في ناس النهاردة بتقول عليك كافر وعاوزة تنوتك قبل ما تدي لك حتى الفرصة دي يعني مصيبة آه يعني حتى ما عندهاش الرحابة الصدر إنها تدي لك أي فرصة مش رحابة صدر ده ربنا بيقول كده آه انت لك الحق إنك تشهد وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإنت بتتغرر قبل ما تتغرر هو مش راضي بتكلامه ويقولك لا الحديث هو اللي مهمة مش الكلام ربنا ننفعش انت شايف إنه فيه موجة التكفير والإرهاب باسم الدين واستخدام الدين عمال على بطالة بتأثر على الشباب بتأثر على تفكير الشباب بتأثر على فتح مخ الشباب بتأثر على إنه يقول فيه ثقافات تانية أنا أقدر أستفيد منها مش ضروري أخذ الوحش اللي فيها ولكن أقدر أخذ الكويس اللي فيها إحنا ما عندناش كده إحنا كله حرام وعيب وما يصحش و كله ممنوعات يعني الناس تحيطك دائما بممنوعات بأسماء مختلفة الجيل بتاعنا مش عاوز الجيل التاني يطلع فوقي أو يعيش حياته بيوقفه وأنا بغلط مع عيالي في كده إن أنا شايف إنه لأ المفروض ما يبقاش كده لإن أنا أتربيك كده لازم نفكر يعني أخطأت أحيانا في إنك لم تفهم عقلية جيل جديد حتى من يعني بناتك وحاولت إنك تفرض عليهم أشياء طبعا وكلنا بيحصل لنا كده يعني أنا حصل كده مع أبوي وأبوي حصل كده مع جد